ما هو علم الوراثة؟ مرحباً، أنا الدكتورة أندريا جرين من مستشفى الـ UVM للأطفال في هذا الفيديو سأشرح شيء أن يسمى علم الوراثة علم الوراثة هو علم يساعدنا على فهم أجسامنا وكيف تعمل وكيف تنتقل صفات معينة من الآباء إلى أطفالهم في علم يسمى علم الوراثة سيستخدم الأطباء كلمات مثل الجينات والحمد النووي تشرح الجينات والحمد النووي سبب تشابه أجسامنا واقتلافها عن أشخاص آخرون تحدد جيناتك لون عينيك ولون بشرتك ولون شعرك ومدى طولك تعطي الجينات أيضاً تعليمات حول كيفية نمو القلب والدماغ والرأتين وكل جزء آخر من أجسامنا تتكون الجينات من شيء يسمى الحمد النووي يوفر الحمد النووي تعليمات لنمو أجسامنا وتطورها وصحتها يساعد علم الوراثة في شرح ما يجعل كل واحد منا فريداً ولماذا قد يكون لأفراد الأسرة ميزات متشابهة ولماذا تنتشر بعض الأمراض أو الحالات الطبية المرضية في بعض العائلات في بعض الأحيان يمكن أن تحدث تغيرات في الجينات يمكن أن تشمل التغيرات فقدان أو إضافة جزء من الحمد النووي يمكن نقل هذه التغيرات إلى أبنائنا أو يمكن أن تحدث بدون سبب معظم التغيرات الجينية ليس لها أي تأثير دار على صحتنا ولكن في بعض الأحيان قد تحدث مشكلة صحية عندما تكون هناك تغيرات معينة في الجين يمكن تشخيص هذه التغيرات قبل الولادة أو بعد الولادة أو في مراحل التفول المختلفة أو حتى عند مرحلة البلوغ إذا حدث تغيراً ليس خطأ أحد الوالدين أو الأسرة وهو قرارك إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول مشكلة صحية معينة قد يعاني منها طفلك من طبيب متخصص في علم الوراثة يرجى التحدث إلى طبيب الأسرة الخاص بتفلك أو الاتصال بشبكة عائلات فرمونت إذا كان لديك أي أسئلة أو تريد المزيد من المعلومات ستوفر شبكة عائلات فرمونت مترجماً إذا لازم الأمر ستكون جميع المعلومات المشارك بها سرية ولن يتم مشاركاتها مع أي شخص من أفراد المجتمع يرجى الاتصال بشبكة عائلات فرمونت على الرقم 802-876-5315 لمعرفة ما يمكن تعلمه من موعد علم الوراثة وكيفية الاستعداد لهذا الموعد يرجى مشاهدة الفيديو حول ما يمكنك تعلمه في موعد علم الوراثة ترجمة نانسي قنقر